الاردن يرفض الصهاينة لذلك دائما ما يؤتى اليه بحكومات طبعا الاسرة الحاكمة شوية كده وشوية كده لان عليها ضغوط انا ما بتقيمش حد انا بحاول احلل لك الموقف الاردنيون في موقف صعب لان الاسرة الهاشمية يا معلم تريدت من ارض الحجاز انزل بقى بالخريطة كده شوية اوهات السعودية وانا اقول لك الحدودة وانت لازم تعرف الدنيا ماشي ازاي مهو جد الملك الحالي ابو جده هو اللي ايه قال لهم هقف معاكو يا انجليز عشان تطلعوا الايه العثمانلي صح او لا لا بس بشرط قالوا له اشرت قالوا لنعمل حاجة عربية ام عربية كده ايه ام عافية كان الراجل بيحكم الحجاز وكان اسمه الشريف يعني الراجل ده وكان قال سقود لسه لمواخزة ما فيش حاجة اسمها سعود ولا بتاع كان لعني في المرحلة بتاعة اسمها ايه اللي هو يعني قطع الطرق لسه ما كانوش نسخدوا موافقة من الانجليز بالهجوم على الحجاز متجيبوا الخريطة يبقى اخرجوا من ارض الحجاز اللي هي كانت تعتبر منجم لا انا ازا اقولها خريطة لو تيجي بالسعودية بقى من عند مكة والمدينة كده ارض العاجل برحتك 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 فاخرجوا من هناك هادي الارض لو كانت تحت اشرافهم حتى الان الاسرة الاردنية الهاشمية كان حصل ايه كان زمان الاردن هي اللي بتشرفها على مين على الحرام ايه صح ولا لا ده بمعنى الاردن مش الاردن الاسرة دي كانت تبقى احد اشراف والانتداد الطبيعي للشام كان كل ده تبع الايه العالم العربي كان الاسمانيين بقى وكان دا كله فاين اللي حصل الانجليز قالوا تعالى يالسعود كان بيدفعوا انا عرضت عليكم المقالات هنا كتير كان يدفع قبل الف جنيه استرليني للمعلم اه قالوا سعود نفسه كبير دا رسمي فاهمي نظمي مش حاجة يعني ايه فقالوا لهم اغروهم بالراجل ده طلعوا الشريف من الحجاز وقالوا هدنلكوا دولة عند اسرائيل بس ما فيهاش ولا مرفق ولا لايه حدود مائية ولا يعني اضوبك حتة في العقبة كده صح؟ عارف انت مينة العقبة بيروحوا منه ايه على ايه على الاردن لما كانوا بيروحوا زمان المصريين في مركب بتروح هناك وحصروهم وما زالت لعنة آل سعود تصب على الحكومة او الحكم فين في الاردن في الاردن ما بين نارين انا مستوعب يا جماعة الفلسطينيين وشايل همهم وانا بلا موارد وشعب الاردن شعب شعب حقيقي مش ناس يعني جايين مهجرين من هنا ولا هنا ولا حاجة لا دول شعوب حقيقية في المنطقة يا قبائل اه دي عندك يا سيد الحتة اللي على جنب مكة وينبع والمدينة والحاد فوق انت بوك دي كلها كان اسمها لايه الحجاز اكتب كده الحجاز وانت هتلاقي ايه يعني هتلاقي الحجاز فالاردن سولي بقى احنا لسه بنتكلم في تاريخ قريب عشان ما حاش اقول انت بتقلل في المواجهة يا زوبع لا ده تاريخ قريب ما اسرائيل بتقول لك ان الارض دي بتاعتم بتاعتنا تلاف سانة خلينا بقى نجيب تاريخ المنطقة كله صح ولا لا ونجيب ان الامارات كان جزء من اومان صح ولا لا سلطنة اومان هنتكلم بقى السوابت في المنطقة مصر والعراق وسوريا في حد تاني غير كده وفلسطين والباقي عبارة عن دول تشكلت منذ اقل من قرب يعني السعودية احنا مش بقول لحد ياخد مكان حد انا بشرح لك ايه اللي حاصل